اشتركوا في القناة من العلاقات الدبلوماسية الرسمية ومع أكثر من قرن من التعاون الثنائي الراسخ عبر مجموعة من القطاعات فإننا نعتبر الشراكة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة احت السماد والمزايا الاستراتيجية الفريدة فهي شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والأولويات والقيم المشتركة وهما العكس في جهودنا الجماعية للحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط من خلال عمل الأسطورة الأمريكية الخامس وبناء الأمن البحري وتنسيقنا السريع والفاعل في عمليات الإجلاء الأفغاني قال وزير الخارجية أننا نرى في ذلك التعاون في جهودنا المستمرة لمكافحة الإرهاب والذين يمولون أعمال الإرهاب أو يحردون عليها أو يمجدونها وكذلك في عملنا معا للبناء على اتفاقية إبراهيم التاريخية من أجل نشر السلام والتعايش والتكافل والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط أضف وزير الخارجية أن كل الجانبين حريص على استكشاف الفرص لتعزيز دعاون الاقتصادي والتجاري والبناء على الأسس القوية لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية مشيرا إلى أن وضع حجر أساس مشروع منطقة التجارة الأمريكية الواقعة في مدينة سلمان الصناعية هو أحد الأمثلة قال وزير الخارجية أن مملكة البحرين تتطلع فيما يتعلق بالبيئة وتغير المناخ إلى العمل مع الولايات المتحدة لتطوير القدرات المؤسسية للبحرين لتحقيق هدفها في الحياد الصفري لعام 2060 ولتقوية التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتبادل العلمي على جميع الأصعدة أكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين مصممة على الالتزام بأعلى المعايير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكية في تطبيق أفضل الممارسات الدولية مشيرا إلى أن المملكة تواصل إظهار هذا الالتزام من خلال عملنا في مكافحة الاتجار بالبشر وهي تفخر بتصنيفها في المستوى الأول في تقرير الاتجار بالبشر السنوي لوزارة الخارجية قال وزير الخارجية أن العلاقات بين الشعبين ستكون دائما في صميم صداقتنا الدائمة معربا عن الثقة في أن الحوار الاستراتيجي سيساعد البلدين على توسيع وتعميق تلك الروابط وتطوير التعاون والتبادل الأكاديمي وبناء تعاون ثقافي أوسع للترويج للتاريخ والتراث في كلا البلدين وقال وزير الخارجية أن هذا الحوار الاستراتيجي فرصة مهمة لمراجعة وتقييم التطورات الإقليمية والدولية والتأكيد على وجهات نظرنا المشتركة وتبادل الأفكار حول كيفية المضي قدما مشيرا إلى خطر والتهديد للاستقرار الإقليمي الذي يشكله انتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار ويتطلب المزيد من التنسيق الدولي تجاهها مشيرا إلى ضرورة استكشاف إمكانية اتخاذ المزيد من التدابير الدولية مثل قرارات مجلس الأمن للسيطرة على هذه التكنولوجيا ومنع انتشارها وأكد وزير الخارجية أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل سياسي شامل وإنهاء معاناة الشعب اليمني وإزالة مصدر زعزعة الاستقرار الإقليمي بشكل كبير مشيرا إلى اتفاق البلدين على أن هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تشنها ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية غير مقبولة وتشكل أعمالا إرهابية الأمر الذي يؤكد أن هناك حاجة إلى دراسة جادة على المستوى الدولي لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وقال أن جدول أعمال هذا الحوار الاستراتيجي يؤكد اتساع وعمق شراكتنا الثنائية الطويلة والفعالة مؤكدا أن مملكة البحرين تتطلع إلى بناء تعاون أكبر من أجل المستقبل والتقلب على التحديات واقتنام الفرص لمواصلة تحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز أمن وازدهار البلدين والشعبين الصديقين من جانبه عبر معالي السيد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين مشيرا إلى أن البلدين إلى جانب احتفالهما بمرور خمسين عاما على تأسيس العلاقات سيحتفلان هذا العام بمرور عشرين عاما على تصنيف مملكة البحرين كحليف رئيس للولايات المتحدة خارج حلف الناتو كما أشار معالي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر شراكتها مع مملكة البحرين في مجال الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة كما أعرب معالي السيد أنتوني بلينكين عن تطلعه لأن تثمر الأيام المقبلة عبر مجموعات العمل الأربع والتي ستركز على مناقشة سبل توطيد التعاون في مختلف المجالات منها المجالات الأمنية والتجارية والثقافية وغيرها من المجالات المهمة والتي ستدور بين ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية والوكالات الأمريكية المعنية إلى جانب نظرائهم البحرينيين وكدا معاليه على أهمية البناء على العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين لتحقيق كل ما من شأنها نعود بالنفع على شعبي البلدين وعلى أمن واستقرار المنطقة ترجمة نانسي قنقر